النهاردة من غير مقدمات من غير اي حاجة من النهاردة جايين نعلن عن او الهداية اللي هنزلها من وانا قاصل ان انا نزلها اليومين دول عشان الناس تقدر تستخدم الهداية دي جوا الحدث بتاعنا اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. الجايزة هتكون عبارة ايه? الجوايز بتاعتنا هتكون دي اللي انت بتقدر تستخدمها في انك تعمل للمكان. ازاي? انك بتيجي عند المكان ده مسلا تدوس على اوتو ابتدي لملك الموارد دي ويبعدها لك على طبعا هي بتسهل كتير خصوصا في الموارد العادية. ولكن في موارد برضو انت بساعات بتقوم معتاجها مسلا زي هنا مش معقولة هتروح تجمع في الاخر اتنين تلاتة هتقدر تعمل اوتو من هنا وزي ما انت شايفين اوتو بيتكلف خمسة جلك عشرة بوكسايت. الجايزة ان شاء الله هتكون اربعين من الريشنز دي. فتقدر تعمل اوتو كلير لأكتر من المكان. مش بس كده. كمان الدهب الدهب بتاعك بيبقى منجود تحت مع الريشنز منجود تحت على اليمين هنا في الشاشة اللي قدامنا دي. هندي متين وخمسين عملة دهبية. طبعا العملة الدهبية احنا زي ما شفنا احنا نقدر نصرفها وناخد جواز من الجولد روش وكمان نقدر نصرفها اليومين دول عشان الناس اللي عايزة تلعب الحدث بتاع تقدر تلعب وتقدر تشتري حاجات وتقدر تاخد الحاجات اللي موجودة جوه. الجايزة التالتة كمان اللي هكون معنا ودي يمكن انا بالنسبالي احلى الجواز. هيكون باك من الباكات اللي موجودة. ايه الباك اللي الجميع موجود? الباك اللي هو سبيشيال فورسز باك. هناخد خمسة. وبرضو عشان الناس تبقى فاهمة. الباك ده بيبقى في حاجة من الحاجات دي. حاجة او اتنين. مش تازم تبقى حاجة واحدة. ولكن مش هيديك كل اللي موجود. انت هتفتح خمس مرات. كل مرة هيديك حاجة من الحاجات اللي موجودة هنا. انت هتاخد خمس فتحات. ان شاء الله اللي هيبقى فايز معنا. هياخد خمس فتحات من آآ آآ سبيشيال فورسز باك دي. طبعا النسب بتختلف. كل ما هتفتح اكتر هتاخد آآ جواز اكتر. ويمكن تقدر تعرفها عن طريق النارد اللي موجود على اليمين دي لما بتيجي تقف عليه. ويقول لك انت في اول فتح هتجي لك حاجة كومن. حاجة من الستة الاولانين اللي موجودين دول. وبعد كده مع آآ الفتح اكتر هيبقى فرصة ان يجي لك حاجات من الحاجات الندرة اللي موجودة تحت زي ما انتم شايفين الاسلحة اصلا فيها كل المدات اللي موجودة. طيب الناس اللي عايزة تشترك تعمل ايه? تكتب اسمها تحت وتكتب الاي دي بتاعها. ولكن يستحسن ان هما يخشوا اشتركوا على السيرفر بتاعها بتاع الديسكورد لان هما مهتمين بالديسكورد وكمان هحط لكم السيرفر بتاع الديسكورد بتاع بحيس انكم تقدروا تبقوا موجودين هناك وتبقوا متابعين الجيفاويز لان مش بس انا اللي بنزل الجيفاويز فيه جيفاويز بتنزل من ناس كتير موجودة آآ من الناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب دي ممكن اول مرة ننزل الجيفاوي في ولكن مش هتكون اول مرة آآ طبعا دي الجايزة بتاعة شهر سبعة ولكن انا كنت قصد ان احنا ننزلها بدري بحيس ان الناس تقدر تستفيد منها في آآ الحدث. اهم حاجة عايزين تشتركوا تدوس لايك تخش على الكومنتات تحت هتكتب لي اسمك في اللعبة طبعا عشان تقدر تجيب اسمك في اللعبة. يبقى تفتح الشخصية هو موجود يعني انا شخصيتني اللي هي وبعدين تخش هنا على قيمة وتدوس على كوبي يوب اي دي اللي موجودة تحت. هيطلع لك رقم. هتاخدو تحطو في تحت اسمك. يعني تكتب اسمك وتكتب الاي دي بتاعك. لان هو ده اللي الشركة هتستخدمه فانها تبعت لك الجايزة. ان شاء الله اعلان الجوائز هيكون في خلال تلات ايام من النهاردة. بعد تلات ايام هنعلن التلاتة اللي فايزين. احنا عانى تلاتة فايزين ان شاء الله. وهنعلن التلاتة وان شاء الله تجي لهم الجايزة على طول.